بسم الله الرحمن الرحيم المكتبة الصوتية لمعالي شيخ الدكتور صالح ابن فوزان الفوزان حلقات من أحكام القرآن الكريم للشيخ صالح ابن فوزان الفوزان تفسير سورة آل عمران الدرس الرابع بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد على آله وأصحابه أجمعين وبعد قد انتهى بنا الكلام على قوله تعالى ولقد صدقكم الله وعده إلى قوله حتى إذا إلى قوله وتنازعت ومنكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة وذلك أن أن بعض الذين كانوا على الجبل من الرمات لما رأوا أن إخوانهم جعلوا يجمعون الغنائم طمعوا فيها ونزلوا وتركوا مواقفهم ومنكم من يريد الآخرة وهم الذين صبروا وثبتوا على الجبل فهذا مع جملة ما حصل من الاختلاف ومن معصية أمر الرسول صلى الله عليه وسلم في البقاء على الجبل من أسباب الهزيمة إرادة الإنسان أمر الدنيا وتغليب ذلك على إرادة الآخرة منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة قال عبد الله بن مسعود ما ظننت أن أحدا من الصحابة يريد الدنيا حتى نزلت هذه الآية منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة ثم صرفكم عنهم أي عن الكفار بعد أن كنتم متوجهين إليهم تقتلون صرفكم عنهم ودالت الدائلة عليكم عقوبة لكم على ما حصل من المخالفات ليبتليكم يعني ليختبركم وليمحص وليمحصكم من هذه الجريمة وهذا الذنب الذي ارتكبه بعضكم وهو مخالفة أمر الرسول صلى الله عليه وسلم ولقد عفى عنكم طمأنهم سبحانه وتعالى بعد أن وبخهم طمأنهم سبحانه وتعالى لأنه عفى عنهم لأنهم أصحاب سوابق في الخير وأصحاب فضل فالله جل وعلا عفى عما حصل منهم وهذا يدل على فضل الصحابة رضي الله عنهم وأنهم وإن حصل من بعضهم خطأ فإنه له له من الفضائل والسوابق ما يغمر هذه هذه الزلة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في أهل بدر إن الله اطلع عليهم فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم فالله جل وعلا عفى عن الصحابة فهذا فيه دليل على فضلهم وعلا أن خطأهم مغفور ولقد عفى عنكم ثم صربكم عنهم ليبتليكم ولقد عفى عنكم والله ذو فضل على المؤمنين عفوه سبحانه وتعالى ومغفرته وصفحه تفضل منه سبحانه وتعالى وإلا فإن الذنب والخطأ يستوجب العقوبة ولكن الله سبحانه وتعالى عفو ذو فضل على المؤمنين والله ذو فضل على المؤمنين ثم قال سبحانه إذ تصعدون ولا تلون على أحد هذا أيضا بيان لما حصل عليهم لما حصل على الصحابة من الهزيمة والضيق والشدة حتى فر كثير منهم من مواجهة القتال ولم يثبت مع النبي صلى الله عليه وسلم إلا نفر في حدود العشرة يدافعون عن الرسول صلى الله عليه وسلم ويحمونه بأنفسهم ويحيطونه بأبدانهم من أذى الكفار ولا تلون على أحد لا تلون أي لا يلتفت بعضكم إلى بعض من شدة الهول لا يلتفت بعضكم إلى بعض من شدة الهول الذي حصل والرسول يدعوكم في أخراكم الرسول ثبت عليه الصلاة والسلام في مكان القتال ولم يتزحزح عليه الصلاة والسلام وهذه عادته عليه الصلاة والسلام أنه أشجع الناس وأنه أقرب الناس إلى العدو في القتال وأنه لا يفر عليه الصلاة والسلام والرسول يدعوكم في أخراكم أي في المكان الذي هو فيه وقت القتال لم يتزحزح عنه ولم يبقى معه إلا عدد قليل يقول إلي يا عباد الله إلي يا عباد الله فلما سمعوا صوت النبي صلى الله عليه وسلم رجعوا إليه ثم قال جل وعلا فأصابكم غما بغم الغم معناه الكربة والشدة فأثابكم يعني جازاكم جازاكم غما بغم أي بسبب غم وهو أنكم وهو أنكم خالفتم أميركم وعصيتم أمر رسولكم صلى الله عليه وسلم وهذا غم أساء إلى هذا القائد الشجاع ومن معه ممن ثبتوا على الجبل وغمهم ذلك فالله جاز هؤلاء الذين نزلوا من الجبل جازاهم بهذا الغم وهو المصيبة والشدة أثابكم غما بغم أي غما بسبب غم وقيل غما بغم أي غما مع غم يعني أصابهم عدة أمور فيها غم وهذا من باب التكفير عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن باب التربية والتنبيه لهم في المستقبل ولهذا قال لكي لا تحزنوا على ما فاتكم على ما فاتكم من الغنيمة ولا ما أصابكم من القتل والجراح لكي لا تحزنوا على ما فاتكم ولا ما أصابكم والله خبير بما تعملون يعلم سبحانه وتعالى حالتكم وما أصابكم ويعلم موقفكم في هذه المصيبة وما حصل منكم من ثبات أو من تأخر وفشل لا يخفى عليه شيء سبحانه وتعالى وإلى الحلقة القادمة بإذن الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته